البطولة أصبع رجعت أو ثاني هذا العب؟ البطولة ستأتي كما ترشق لها توقفك وتعود ترشق لها ترجع هذا النار ستتحويج لا أريد أن نعرف مين عودة البطولة هذا الشيء سيضمني عودة الفرجة والمتعة واللعب الزين والسيق تيني سير الله يعطيناه مرحبا بكم في فيديو هاشتاك قبل الماتش الراجا كون طريق محمدية ندعو على الفراق بجوجو أشنو طريق قبل المبدأ هذا الماتش اللي كمانا من الأول حتى الأخر يركرو كل شيء والحب الراجا الراجا جمهورها رسمالها وديمك خضراء السلام عليكم اشتركوا في القناة الحمد لله لكي نبدأ دعوناك لايك وتحجيل الجنوب الخفاء اللي كدروا قبل الميت لاح الفيديو كيفاش الله أعلم كون كون تلك تحت أما هل كنت جديد سابسكرايب وضيّغ لي لديك السمدة واتياء لبينا بدأ كيف تسمع الراجا اللعب كون طريق محمد يانيشان كاتح في بل كدسية هذا الذي صراحة نغبر يكما أقدر عقله وحده ما نربح نرغيس دق محقق الحلم دياله الدورة عشر واللعا والثاني بحل أي دورة سنقول عنها من بين أهم الماتشات والسبب واللعب بعد نزويني اللي كون مرخوا عالي نرجليهم في ماتشات كأنه سيكونوا لاعبين مرتاحين ومن تسنوش بنادم أنه يتعادلوا شباب بايرن المحمدية الخاصن ديالنا واللي غدا سيكون عنده ماتش لعمر وهذا ما يؤكده فش يلعبوا ضدراجة ولكن لغالب الله ما يلقوا الجهد والنتيجة الأخيرة واللي هي كيخسروا وهذا ما ما كانش عنه غدا سيخسروا هينتش الماتش ديالغدا وفي الكثير من العوامل سيعون شباب بايرن المحمدية لأنه لا يأخذوا ولو قليلا وأول أسباب اليوم أننا نلعب خارجي ولو أننا نحن هم المدخلين ماذا؟ هكذا؟ كيف حالك؟ كلمات لا يتلقوا مع بعضياتهم ولكن في المغرب والثاني سيجعل شباب بايرن المحمد يلعب مرتاحين واللي هي سيكون من الضغط الضونار لا يتلقوا على الوقت الملعب في الماتش ولكن هذا ليس سبب حين تشعلينا بجوش نحن نضرب واحدة خفيفة على الخصم لأنه لا يوجد مكينة وهذا الأخير وهذا سيكون على الخطأ الكبار من بعد مروح فقط جوش الماتشات من أصل الساعة وآخر ثلاثة الماتشات لم أرى شيء اسمي وكنتمنى يبقى آخر الماتش بايرن المحمدية والذي خارجوا خاسرين ضد زمام وذلك الماتش بعد النهاية تصبح خارجوا خلابا الجماهية المحمدية والذي خرجوا وطولوا عرض فولد مينا وهذا وهذا هو مجرد لأنه لا يقرب أي شيء بخصوص الفريق وكنت أكيد أن هذا لا يكون في صالح الراجح احتاجاً غالباً سيكون لديهم ضغط كبير لابد أن يتعرضوا هذا هو محمدية من خلال أرقامهم التي خلتهم أنهم حالة أن يكونوا في ترتيب البطولة في المركز 11 لابد على صاحب المركز الأخير أكيد الأرقام التي تبقى عادية هي الفريق كشباب المحمدية ننسوا قليلاً ومشيوا وجهت فرقتنا الراجحة والمشاكل تصبح علينا غير بحشة تتقدم من جهة وتعواج من جهة أخرى بعد أن الحرق المراحل نبدأ بأول مشكلة وهو الاستقبال خارج الميدان والمشكلة الأكبر فتش كامل وهو أن رجم الدورة واحد لم ترى 100 رباح خارج الميدان والأمل الذي كان لدينا هو دونور والأمل سوف تسد وبهذا موسم كامل ونحن خارجين فالنتيجة لا تتخيل هذا حتى الأخرى ونرى كيف سوف تخرج ثاني مشكلة وهو الإصابات وهو الحمد لله قلنا العراس ودومينغو أتها الله وكأنهم هؤلاء النوبة والتايد تغفف أولاد الناس أما الزرقين أرمشوكي حسنو حتى سوف يبانو في الرياضي سوف توقف بالشمش نار أما النقطة الأخيرة سوف تضغط علينا وهو أخر ماتش الذي كان فيه تعادل ومضيعة الصدارة قبل أن أداء الذي يبدأ الماتش والذي تصرف في الدور الإنجليزي سوف يأتي هلاندا وبهذا فرالفارج يجب أن يأتي بناتر وابون التي ستكون من ضرورة وإستغلال وإحدى المطاردين وإستغلال مواجهة الجيش وإستغلال 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 غالبا سوف يأتي على المركز الخامس أما صفت البطل وصراع اللقب سوف نكتبه ما علينا قبل أن نتوقع ما هي الغداء نذكره بالغيابات وكيف نذكرنا سابقا على راسو لومينغو إضافة للمشخ بداعي الإصابة في حين سوف نرى الغياب الملش والذي هو أهله بسبب جماعة الربعات الإنذارات وأيضا الغياب الشوشع بسبب المرض ومن هذا المنبر سوف نقول الله يشافه إن شاء الله أما بقيات اللعبة وكل شيء يوجد والاختيارات المدربية التي ستفرق فضل الموضوع وذلك سوف نقوم باعد هذه الغيابات وننضع تشكيلة التي سوف نتوقع فقط توقع شخصي سوف نبدأ بالشبكة لأكيد أنا سيزنيتي لا بديل عنه قلبي الدفاع غياب لعراسي لا بديل على المقدمة متقلي أما بالنسبة للأظهرة بالعامري وبولكسوش سوف نخرج الخط الواسط ومع الغياب الأهورو فركيبان لي لا بديل على المبارك وقمه كل من بوغرين والمكعازي اختارت المكعازي بسبب الأداء البهات الذي قدمه زريدة في آخر ماتش كونتر السوالم ولكن أنا متأكد أن المدرب سيدخله رسمي والسبب هو أن أرجع الفيديو لذلك سوف ترى البيت ماركزري وهذا البيت الذي سيجعله رسمي نخرج الهجوم والذي أقرب تولاتي يمكن أن تكون فيها أجنيه النفاتي أزيلة ورأس حرب الزرهوني كثير من الناس سيقول لكم كبير المدرب يدخله رسمي خصوصا أنه راجع من كسر تشكيلة التي تبقى شخصية والحساب المنظور لكي تبقى شخصية والحساب المنظور والحساب المنظور لا تدخل المقولة أقول لي كوراج نصرنا يا ربي الربحة تضييلة والتوفيق إن شاء الله الرجاء العالمي والعودة بفوز والذي سيكون مهم في مصال الفريق وصلت إلى ميت لنا فأنا أقول أوقف هذه النتيجة وأقول لي حال جيدة تشاهد الأفل تشاهد اشتركوا في القناة